في وقت تعاني فيه سوق العقارات السكنية ونشاط الإيجار في المنطقة تبدو عقارات الضيافة مثل الفنادق والشقق المخدومة خياراً بديلاً للمستثمرين بفضل استقرار العائد عليها وميوله للنمو في بعض أسواق منطقة الشرق الأوسط أرحب بكم إلى هذه الحلقة من مساحات والتي نسأل فيها ما هي قدرة العقارات الفندقية وغيرها من عقارات الضيافة على الاستمرار في النمو وهل هي جاذبة فعلاً للاستثمار من قبل الأفراد والشركات وما هي أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط قطع ضيافة من الفنادق والمنتجعات والشقق المخدومة تبدو خيارات بديلة للاستثمار العقاري وهو ما بدأ بالتطور في أسواق الشرق الأوسط مع تراجع العوائد من العقارات السكنية والتجارية فكيف يبدو الوضع في هذا القطاع وما هي التوقعات للمستقبل؟ هذا ما سنتبعه في التقرير التالي رغم التحديات التي فرضها التباطؤ الاقتصادي على مختلف القطاعات في منطقة الخليج لا يزال قطاع ضيافة يحظى بمعدلة نمو جيدة مدعوماً بزيادة الإقبال على الفنادق والمنتجعات مع تغير اتجاهات الاستهلاك لدى السياح بفعل الاضطرابات في مناطق أخرى آخر التقارير عن نشاط عقارات الضيافة في منطقة الخليج تشير إلى أن القطاع سيسجل نمو بنسبة 7.6% حتى العام 2020 وسينمو السوق من حوالي 25 مليار و700 مليون دولار في 2015 إلى 36 مليار و700 مليون دولار في عام 2020 بنك الاستثمار Alpen Capital يتوقع نمو الشقاق ذات الخدمات الشاملة بنسبة 3% سنوياً ليصل حجم إشغالها إلى 70% بحلول 2020 وبخصوص العوائد على الغرفة الواحدة للعقارات الفندقية والشقاق ذات الخدمات الشاملة يتوقع Alpen Capital نمو بنسبة 2.3% ليصل متوسط العائد إلى 133 دولار في عام 2020 وستكون عقارات الضيافة في كل من قطر والإمارات الأسرع من حيث النمو في منطقة الخليج بمعدل يفوق 10% بين 2015 و2020 بينما ستسجل عقارات الضيافة في باقي دول الخليج نمو معتدل بنسبة 5 إلى 6% أي أقل بقليل من المعدل الإقليمي في المنطقة ومع الضغوط التي فرضها تدني عوائد النفط على الاستهلاك تحاول الشركات الضيافة تطوير عقارات لاستيعاب سوق الفئات المتوسطة ما يعزز من قدرتها على التكيف مع تقلبات السوق إذا استمرت ضغوط تباطئ الاقتصادي لفترة أطول جاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء والتطوير في دول الشرق الأوسط وذلك وفقا لتقرير صادر عن مؤسسات SPR المتخصصة في البحوث والاستثمارات الفندقية أكد التقرير استحواذ الإمارات على 32% من مجموعة الغرف الفندقية قيد الإنجاز في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر سبتمبر الماضي ويبلغ عدد الغرف الفندقية التي أنشأتها الإمارات خلال الشهر نفسه نحو 26 ألف غرفة في 78 فندقا مسجلة تراجعا بنسبة 5% مقارنة بعدد الغرف التي أنشأتها خلال شهر أغسطس أما منطقة الشرق الأوسط عامة فقد سجلت إنشاء وتطوير أكثر من 159 غرفة في 555 مشروعا فندقيا بينما يصل عدد الغرف التي يتم إنجازها في إفريقيا إلى نحو 56 ألف غرفة في 303 مشاريع في السعودية أيضا التي بدأت بتطوير قطاع السياحة لزيادة مساهمته في الاقتصاد لفتت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى دخول شركات فندقية عالمية ب75 فندقا جديدا وجلب استثمارات ب143 مليار ريال للأعوام الأربعة المقبلة وشهد القطاع الفندقي نموا متسارعا في الاستثمارات خلال العامين الماضيين خصوصا مع دخول أسماء فندقية عالمية للسوق السعودية للمرة الأولى وتجاوز حجم الاستثمار الفندقي في المملكة خلال العام الماضي 139 مليار ريال مقارنة مع 33 مليار في العام 2005 وبلغ عدد المنشآت في قطاع الإيواء السياحي حتى نهاية فبراير 2016 نحو 6347 منها 1685 فندقا و4298 واحدة سكنية مفروشة سنذهب الآن إلى فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة مع ضيفنا من لندن السيد جورج وستويل مدير شركة شبال العقارية التي تنشط في عقارات الضيافة في أسواق الشرق الأوسط تفضلوا بالبقاء معنا أرحب بكم مجددا إلى هذه الحلقة من برنامج مساحات ونتحدث عن قطاع الضيافة والقطاع الخاص بالعقارات المرتبطة فيها ضمن حلقتنا اليوم نستضيف لهذا الموضوع من لندن مدير شركة شبال العقارية جورج وستويل أهلا بك معنا سيد وستويل نتحدث عن تطور القطاع السياحي وما يرتبط به من قطاع عقاري الضيافة في المنطقة أو العقارات المرتبطة بالضيافة في المنطقة هل تنمو بالقدر المطلوب؟ مساء الخير طبعا نعم إنها تنمو طبعا بعدد الوحدات الموجودة في قطاع الضيافة هناك مثلا في 2016 قد ظهر بعض النقص في عدد السائحين التي أتينا إلى بلدان الخليج إذن لدينا هذا الموقف حيث هناك عرض أكثر من الطلب وبوجود عرض أكثر من الطلب هل هذا يؤثر على الأسعار وعلى اتجاهات العقارات المرتبطة بالفنادق والضيافة؟ نعم بالطبع إذا نظرت إلى المنطقة مثلا الشرق الأوسط عموما مثلا حتى أغسطس 2016 مقارنة بالسنة الماضية كان هناك انخفاض بنسبة 2.6% وطبعا هي الإيرادات التي في مؤشر الذي نستعمله إذن كان هناك انخفاض معتبر وأيضا الحجز بقي في المتوسط إذن كان هناك كما قلت انخفاض لكن طفيف ما الذي سيؤدي إلى تطوير هذا الشق الاقتصادي المرتبط بالعقارات الفندقية وعقارات الضيافة في المنطقة حيث تسعى الدول إلى تعزيز السياحة كمصدر اقتصادي ومالي لها ما علي هنا هل يمكن أن تعيد هذا السؤال لقد ضيعت قليلا منها بالنسبة للعقارات المرتبطة بالضيافة والفنادق في المنطقة ما الذي يمكن أن يعززها ويقوي هذا القطاع الذي تسعى تطويره الحكومات ليكون مورد اقتصادي ومالي لها حسنا أعتقد بأنه الحديث يحدث في دول الخليج فيما يخص مثلا الهيكلة والمطارات تطوير المطارات ومثلا الأماكن التي تعقد فيها المحاضرات وأيضا مثلا إنشاء بنايات للسائحين وغيرها أعتقد بأن تطوير هذا السياحة طبعا مهم جدا للحكومات وحتى يجذب الناس إلى دولهم إذن طبعا هناك كما قلت باطئ ولكن عديد من الأشياء تحدث في الاقتصاد العالمي وهذا يساهم في هذا الأمر ولكن حينما ننظر إلى المستقبل ونستشرفه فالمستقبل يبدو زاهيا إذن بظل وجود تركيز كبير على السياحة في المنطقة وأيضا الأسواق العالمية برمتها تسعى إلى تطوير القطاعات السياحية فيها بظل وجود طبعا اقتصاد في قطاعات أخرى فما هي نقاط الجذب والقوة في منطقة شرق الأوسط دول الخليج لجذب السياح وتطوير هذا القطاع أعتقد بأنه يجب البدء أولا حينما يفكر الناس مثلا أولا الأمر المهم هو طبعا أن تكون فنادق ذات كفاءات جيدة ومناطق جيدة بالنسبة للأوروبيين وغيرهم مثلا يحبون الشمس وطبعا تذاكر السفر التي تكون زاهدة في الثمن وأيضا أسعار الفنادق وغيرها يجب أن تكون في متناول اليد إذا نظرت إلى السائحين فهذا مهم أما فيما يخص مثلا الشركات وغيرها فيمهمهم البيئة أو الهيكل التحتية حيث مثلا يمكن نقل الناس من الفنادق إلى أماكن المحاضرات وقاعات المحاضرات وغيرها إذن هناك فيما يخص الترفيه لسائحين العاديين وأن تكون هناك المرافق الجيدة أيضا للشركات حتى تقيم محاضرات ومؤتمرات وخاصة في المدن الكبيرة في المدن الكبيرة في العالم أيضا ابقى معنا سيد وستول لنتابع بعض الأخبار المرتبطة عن اتجاهات عقارات الضيافة حيث شهدت سوق العقارات في المنطقة تحويل بنايات سكنية إلى فندقية خلال العامين الماضيين في الإمارات وذلك بنسبة وصلت إلى 5% للاستفادة من العائد المرتفع للقطاع وبدأ هذا التوجه في الإمارات مع تراجع الإجارات خلال الأزمة المالية العالمية وتشير التقارير إلى أن ملاكا رأوا في خطة دبي 2020 فرصة لتغيير نشاطهم العقاري والاستفادة من الحركة السياحية المتوقعة أرحب من جديد بهذه الحلقة بضيفنا من لندن سيد جورج وستويل مدير شركة شفع العقارية سيد وستويل اليوم بعض الأرقام فيها تناقضات تحدثنا عن بعض التباطئ في نمو القطاع والإقبال على العقارات الخاصة بالضيافة والفندقية منها ومن جهة أخرى هناك اتجاه كبير إلى تحويل عدد من المراكز السكنية أو البنايات السكنية إلى بنايات فندقية والشقق مخدومة فنمو هذا الجانب هل هو مستقبل القطاع برأيكم الاتجاه أكثر إلى الشقق المخدومة؟ لا أعتقد ذلك طبعا هذا أظن أنه مثير للقلق لأنهم حينما تحاولوا أن تغير مثلا بناية جديدة فيكون هناك كفاءة أقل وأعتقد أن أهم شيء هنا هو لتحقيق الإيرادات هو بأن يكون تطوير لهذه البنايات حتى يكون هناك العديد من الأشياء مثلا أماكن الفضاءات وأماكن الاستقبال وغيرها إذن هذا التغيير لهذه البنايات طبعا هذا يخلق طبعا مساحات للناس ليبيتوا فيها ولكن هذا ليمكن التنافس مع شركات عالمية كبيرة سيكون هناك دائما سوق لهذا ولكن طبعا هذا مثير للقلق كيف تقيمون إقبال العلامات المهمة في عالم الفنادق الأسماء العالمية وأقبالها على الاستثمار في المنطقة؟ يمكن هناك معلومات متوفرة طبعا فيما يخص الطلب مثلا على هذه الأسماء الكبيرة فيما يخص مثلا عدد كما قلت المقبلين عليها يمكن أن تكون هناك تقديرات ذكية لنعرف ما إذا كانت الإيرادات ناجحة وغيرها إذن رد على سؤالك؟ نعم بالنسبة لأنواع الفنادق الأكثر جاذبية أو الأكثر طلبا عليها في المنطقة هل هي الفنادق الفاخرة أم التي تراعي أكثر أوضاع الفئات المتوسطة؟ ما هو المطلوب في المنطقة أكثر؟ أظن بأن هذا يتعلق بالمكان نفسه أو الموقع إذا نظرت إلى دبي مثلا هناك مثلا جميرا والتي طبعا لديها شهرة كبيرة وهناك عدد كبير يقبلون عليها إذن الموقع وثانيا في تلك المواقع طبعا الفخامة هي أو الفنادق أو الشقق الفاخرة هي التي تجدب طبعا الطالبين في دول أخرى كالسعودية مثلا وهي تسعى إلى تطوير قطاعها السياحي في هذه المرحلة هل من الممكن أيضا أن تجذب استثمارات وعلامات تفاخرة فيك أسماء فنادق عالمية في هذه الفترة؟ نعم بالتأكيد بكل تأكيد أعتقد بأن المنطقة كما أقول تنفتح كثيرا ورأينا الاستثمارات وتطويرات كثيرة في السعودية العربية وفي قطر وهناك طبعا نعبون دوليون يذهبون إلى هناك أما فيما يخص مثلا دبي فهي لديها مثلا إكسبو 2020 وهناك كأس العالم في الدوحة 2022 وهذا طبعا سبب رئيسي لجلب المستثمرين أو جلب السياح ليأتوا إلى هنا وأيضا تطوير البنية التحتية هنا للمطارات مهم جدا أعتقد أن هناك فرصا كبيرة والنمو في طبعا دول الخليج هم الآن يستهدفون 100 مليون سائح في 2020 إلى 124 في 2030 أعتقد أن النمو سيشهد طبعا نموا كبيرا في المنطقة وهذا طبعا بحاجة إلى مساعدة الحكومات وكما قلت فإن هناك هيكلة تحتية عليهم أن يضمنوا بأن تكون هناك مطارات كبيرة وواسعة وهناك الكثير من المنشآت السياحية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات والمستقبل يبدو لمزدهرا ما هي أكثر جنسيات المستثمرين إقبالا على المنطقة هنا؟ إلى دول المجلس التعاون لقد تغيرت كثيرا لأننا نررنا مثلا إلى الهند هي أكبر جنسية تأتي إلى هنا وهناك أيضا المملكة العربية السعودية هناك أيضا المملكة المتحدة وهناك أيضا ربما الصين وروسيا أعتقد بأن هذا كان طبعا وزنه معتبرا لدول مجلس التعاون الخالجي ولكن ما تغير خلال العام الماضي فيما يخص البريكزيت هناك ناس كثيرون طبعا هناك طبعا تبادل العملة مثلا قد منع الروس من المجيء إلى هنا وأيضا تخفيض أو خفضة العملة اليورو جعل الصينيين يأتون إلى هنا إلى دول مجلس التعاون إذن كما قلت أعتقد بأن الأسواق تتغير ولكن هذا كله يقوده أتعام تبادل العملات وطبعا سعر النفط شكرا لك سيد جورج وستويل مودي شركة شفاعل العقارية كنت معنا من لندن اشتركوا في القناة